السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم بأغلب توسيعات لينوكس أنا وقت بعمل عملية تحديث للنظام والبرامج اللي بيصير أنه ملفات البرامج والنظام الجديدة أو النسخة الجديدة بتعمل عملية استبدال أو بتكتب فوق الملفات الأديمة هذا الكلام فيه له بعض الإيجابيات وبعض السلبيات من إيجابياته أنه بيوفر عندي بالمساحة لأنه أنا عمالي يكون في عندي نسخة واحدة من الملف ولكن من السلبيات أنه إذا صار في عندي خطأ ما أو عطل أثناء عملية التحديث لنقول على سبيل المثال صار في عندي انقطعت الكهرباء فالملفات الأديمة الجديدة إذا انعطبت بسبب انقطاع الكهرباء مثلا فأنا رح أحصل على نتيجة أنه رح يكون في عندي نظام غير قابل للإقلاع أو نظام معطوب بهذه الحالة رح يكون مضطر أني أرجاء للحل النووي ألا وهو أني أعمل إعادة فرمته أو إعادة تنصيب النظام من أول وجديد هنا بيجي عندي النيكس أو اس والنيكس باكيج مانجر اللي بيعمل هذه العملية بشكل مختلف اللي بيعمله النيكس باكيج مانجر أنه الملفات الجديدة ما بتستبدل أو ما بتنكتب فوق الملفات الأديمة وإنما الملفات البرنامج بحد ذاته عماله يكون عبارة عن اختصار أو شورتكات أو سيم لينك لملفات البرنامج الأساسية فأنا وقت اللي بكتب وقت اللي بيعمل تحديث للبرنامج السيم لينك أو الاختصار اللي أنا عملته رح ينشال التأشير أو عملية البوينتينج من الملف القديم وتروح للملف الجديد في حال صافي عندي مشكلة أثناء عملية التحديث فأنا برجع لآخر حالة للنظام كانت شغالي فيها اللي هي قبل التحديث وبهاي الحالة السيم لينك رح يرجع يقشر يعمل عملية بوينتينج للملف القديم هاي الخطوة أو هاي العملية النيكس باكيج مانجر بتسميها الجنوريشنز أو الأجيال فأنا رح يكون في عندي كل ما أعمل عملية تحديث أو نزل برنامج جديد رح يتم إنشاء جيل جديد أو بناء نسخة جديدة من النظام والنسخة القديمة أو الجيل القديم رح يكون محفوظ عندي بحالته الصحيحة والشغالة هاي الكلام بيعطيني نظام إذا ما عملت أي شيء غلط بيشتغل معي سنين وسنين لغاية ما مل منه وروح استبدله بتوزيعها جديدة هاي واحدة من أول النقاط اللي بتميز النيكس أو اس النقاط الثاني اللي بتميزه هي عملية التثبيت بحد ذاتها أنا وقت اللي بثبت النظام عملية الإعداد أو الكونفجوريشن بتتم عن طريق ملف معين فأنا بكتب الأعداد اللي بديها على ملف كونفجوريشن وهذا الملف ممكن بعدين إني أخذه لكمبيوتر تاني للابتوب لديسكتوب لسيرفر لأي أن يكون وبحط هذا الملف عليه وقت اللي بعمل عملية التنصيب رح أحصل على النظام مطابق تماماً للنظام اللي موجود على جهازي الأول سواء كان جهاز فعلي ولا ماكينة افتراضية فرح يكون في عندي نظام مشابه ومطابق هاي العملية نيكس او اس بتسميها ريبريديوسبل سيستيم يعني أنا الملف هاد ممكن إني أكتبه مرة وحدة وبعدين نسده على عدة أجهزة طبعاً النيكس او اس ما هو النظام الوحيد اللي بيعمل هاي الخطوة في عندي نظام تاني معقد أكتر من النيكس اللي هو الجيكس الجيكس هو نظام مصادق عليه أو تمت الموافقة على اعتباره واحد من الأنظمة اللي الفري صوفت والفاونديشن أو منظمة البرمجيات الحرة بتعتبرها توزيعة حرة مية بالمية يعني ما فيها أي برامج غير مفتوحة المصدر ملقة المصدر أو غير حرة فالجيكس او اس ما بيشتغل لواحد في عنده كمبيوتر مع كرت شاشة انفيديا مثلاً لأنه نعرف انه تعريفات انفيديا هي مغلقة المصدر فانت إذا عندك لابتوب مع انفيديا ما رح تستفيد من الجيكس لأنك رح تكون مضطر انك تستخدم التعريفات مفتوحة المصدر للانفيديا واللي هي السيئة للأسف اللي رح نعمله اليوم انه رح نعمل عملية تنصيب للنظام رح نشوف كيف منكتب ملف الكونفيغريشن رح نشوف كيف ممكن اني اتعامل مع النظام لحتى اني ثبت برامج لأنه هي كمان نقطة تختلف بالنيكس او اس لأنه البرامج بتنكتب او بيتم تثبيتها بطريقتين مختلفين اما ممكن اني ثبت البرنامج على مستوى النظام بشكل كامل او ممكن اني ثبت البرنامج لمستخدم واحد بهي الحالة اذا في عندي اكتر من مستخدم على الجهاز فالمستخدم التاني ما رح يكون قادر انه يستخدم البرنامج اللي انا نزلته للمستخدم الاول طيب اول شي لازم انه نعمله انه ننزل ملف الايزو فمنروح لصفحة نيكس او اس دوت اورج ومنجي لقسم الداولود من قسم الداولود انا هون في عندي شغلتين في عندي الباكيج مانيجر اللي هو النيكس وفي عندي النيكس او اس طبعا هلا انا بنزل للقسم اللي موجود في النيكس او اس الديستبيوشين التوزيعة وبيجي رح نروح مع فيديو اليوم انا في عندي عدة وسائل في عندي عدة ملفات ايزو في عندي اما اللي بيجي مع واجهة رسومية الگرافيكل ايزو او في عندي المينيمال نحنا لحتى تكون العملية بسيطة رح نروح مع الگرافيكل الگرافيكل في عندي اما اني اختار الاجنوم او اني اختار البلاسما انا رح نزل ملف البلاسما فمنزل ملف البلاسما اللي هو ملف الايزو بعد ما يخلص الملف نحنا بنكون جاهزين انه مبلش عملية التنسيل فهلا بنجي للماكينة الافتراضية اللي انا مجهزها وانا بحالة فيديو اليوم عاملها انها تكون كبايوس وليست طبعا في اختلاف الاعمالية التنزيل هي متشابهة 99% ما عدا مرحلة اعداد البوتلودر وهي طلعت عندي واجهة الخاصة بعملية الانستوليشن فانا بروح مع الخيار الاول اللي هو الانستولر هلا جمالية النيكس او اس بعد ما اقلعنا من الواجهة الحية او من البيئة الحية انه الانستوليشن قايد موجود عندي ضمن ملف الايزو فانا ما فيه داقي انيكون فاتح اا متصفح بنافذة تانية أو بجهاز كوميوتر تاني لا كل هاي الأمور ممكن أني أعملها من ضمن التوزيع نفسها فأنا إذا أجيت للنكس أو اس مانول فهلأ ضمن المانول منجي لقسم الإنستوليشن بالنسبة للأبتينينج نحن هاي الخطوة عملناها ونزلنا ملف الآيزو فمنجي للخطوة التانية اللي هي الإنستولينج بالإنستولينج عندي الخطوة الأولى اللي هي البوتينج هاي أورادي عملناها فنحن موجودين ضمن البيئة الحية منجي للخطوة اللي بعدها اللي هي البارتشنينج فبيجي للبارتشنينج البارتشنينج أو هو إعداد الأقراص أو البارتشنز ممكن أني أعمله عن طريق الترمينال وبحالة نيكس أو اس إذا بلاحظ أنه عندي برنامج الجي بارتد نازل بالبيئة الحية أو موجود على الملف الآيزو فأنا بهذا الفيديو رح أستخدم الجي بارتد لحتى إنشاء البارتشنز فبيفتح الجي بارتد وباعتبار مثل ما حكيت أنه نحن عمنا نعملها ضمن بايوس فأنا أول شي بعمله بيأتي للديبايس بيختار كريات نيو تايبل ورح أختار بالتابل تايب رح أختار المث دوس اللي هو خاص بالبيئوس اللي هو أبلاي هلا بيجي لزر الآد نيو بارتشن أو كريات نيو بارتشن بحددها أنا طبعا محدد عندي الهارد اللي هو 30 جيجا فبيختار الكريات نيو بارتشن هلا أنا بهذه الحالة ما رح أعمل بارتشن سواب وما رح أعمل بارتشن للبوت لأنه مثل ما حكيت بالبيايوس أنا الإقلاع بعمله من البرتشن الأساسي ولكن الشيء الوحيد اللي بدي أنتبه له اللي هو عند قسم الليبل أو عند خيار الليبل رح أكتب نيكس أو اس هاي الخطوة هامة جدا فهلا بقل له أد وبعدين بضغط على إشارة الصح اللي هو أبلاي هلا عمل لي البرتشن بسكر النافذة وبسكر الجي بارتشن فهلا إذا رجعنا للإنستوليشن بالنسبة للبرتشن الـ UEFI رح نتجاوزها لأنه نحن عملنا نشتغل على النظام الثاني على الليجا سيبوت الـ MBR أو البيايوس هاي الخطوة بالنسبة للخطوات الموجودة هون نحن تجاوزناها لأنه عملنا العملية بشكل رسومي بالنسبة للفورماتين كمان رح نتجاوزها لأنه بالجي بارتشن عملنا الفورمات وعملنا نظام الملفات الـ EXT4 هلا منيجي للإنستولينج هلا بهاي الحالة صار لازم أني اتعامل مع الترمينال فبيجي للترمينال خلينا ننتبه بالإنستولينج أنه عند التعليمات قبل التعليمات في عندي إشارة الهاش اللي هي بتشير أنه لازم يكون في عندي صلاحيات روت طيب واحد ممكن أنه يسأل بس أنا ضمن الواجهة الحية أو ضمن ملف الآيزو شو هو الـ User Name والـ Password رح نشوف هذا الكلام فهلا أنا بيجي للترمينال ورح أكتب له سودو داش آي بهي الطريقة ما في داعي أنه يكون في عندي يوزر نيم و Password بضغط Enter هلا خلينا نرجع لملف للإنستوليشن فرح شوف أنه الخطوة الأولى أني أعمل عملية مونت للبارتشن اللي عملته على الـ MNT وهون مثل ما حكيت أنه لازم يكون في عندي اللي بل اللي حطيناه من شوي اللي هو الـ NixOS فرح نجي رح قل له Mount Div Disk By Label NixOS ورح قل له Space Slash MNT طيب هلا خلصنا من عملية المونت طبعا أنا ما في عندي غير بارتشن واحد إذا عملنا LSBLK رح شوف أنه الـ VDA واحد موجود على الـ MNT هلا منكمل مع الخطوات اللي بعدها نحن باعتبار أنه ما في عننا UEFI فرح نتجاوز الخطوة الثالثة باعتبار أنه ما عملنا swap فكمان الخطوة الثانية عفوا باعتبار أنه ما عملنا swap فرح نتجاوز الخطوة الثالثة هلا هون منجي للنقطة الأهم بعملية التنزيل ألا وهي إعداد ملف الـ Configuration أو ملف الإعدادات لحتى تكون عملية التنصيب صحيحة 100% فأنا بيأتي للخطوة اللي هي عبارة عن nixos-generate-config واللي راح نعمله أنه راح ننسخ هي التعليمي لحتى ما نكتبها بشكل غلط هلا بقل له paste هاي العملية اللي راح تساوي لي أنه راح تعمل لي ملف اسمه configuration.nix وين راح تحطه راح تحطه بال slash mnt slash etc slash configuration.nix فأضغط انتر مثل ما اللي شايف إنه عمل لي ملفين الملف الأول راح نتجاوزه اللي هو الخاص بالهاردوير أنا اللي بدي أعدل عليه اللي هو الملف الثاني اللي هو configuration فأنا بهي بالبيئة الحية اللي نازل عندي كText Editor أو كبرنامج النصوص اللي هو النانو فرح نقل له nano mnt space slash mnt انتبه لازم تكون mnt وليس etc مباشرة لأن إذا حطيت etc بدون mnt راح تكون عمال يعدل الملف الموجود بملف على بملف الايزو وليس اللي بدي نزل النظام عليه فمنقله slash mnt slash etc slash next os بعدين configuration.nix بضغط انتر هلا بهذا الملف راح تكون عندي كل الاعدادات الضرورية اول شي لازم اني اعمله خلينا نتجاوز نجي للسطر اللي موجود فيه boot.loader.grub لازم يكون true طبعا هدول اول خيارين هو حاططهم بشكل افتراضي ونسخة نسخة النسخة 2 كمان هذا الكلام ما راح نغير فيه اي شي منيجي للسطر اللي في networking فرح شيل اشارة الهاش من بدايته ورح نقول انا راح خلي اسم النظام اللي هو nxos انت اذا بدك تختار اسم ثاني فهون بتغير ضمن ال cotation mark بالنسبة لل wireless ما راح نفعلها لانه انا موجود ضمن ماكينة افتراضية انت اذا عمالك تعمل على الجهاز فعلي وبدك تستخدم wifi فكمان بتشيل اشارة الهاش من بداية السطر الآن منيجي للقسم اللي بعده اللي هو اعداد المنطقة الزمنية فبترك السطر الاول اللي هو comment وبيجي للسطر الثاني اللي هو time.timezone طبعا بالنسبة للمناطق الزمنية متل ما شفنا بتنزيل الarch فممكن انك تدور على منطقتك الزمنية وبتضيفها ضمن ال cotation mark فانا اردي بحرش في المنطقة الزمنية اللي عندي فرح قول امريكا ارجنتينا bonus iris هاي اعددنا المنطقة الزمنية بعدها رح نيجي ل use dhcp ما رح نغيرها بالنسبة لل interface بالنسبة للماكينة الافتراضية كمان ما رح غيرها بيجي بعدها لل proxy رح نخليها بدون اعداد بيجي بعدها ل اعدادات اللغة هاي رح شيل اشارة الهاج من الاسطر اللي بتبتدي بال i18 n رح شيل من ال console رح شيل الفوند رح شيل ال key map ورح شيل اخر سطر اللي في القوس هلا بيجي ل المنطقة الزمنية لل الاعدادات هاي رح نخليها على وضعها لنختار اللغة الانجليزية للنظام هلا منيجي انت طبعا اذا بدك تختار لغة تانية فهذا الكلام ممكن انك تغير اذا بدك تغير الكيبورد كمان ممكن انك تغير بس نحن بيوضعنا ما رح نغير اي شي بالنسبة لل X server او X 11 طبعا لازم يكون فاعل وإلا ما رح يكون في عندي واجهة رسومية منيجي للخطوة اللي نغير من البلازما غير لل gnome اذا بدي حط ال gnome مثلا ممكن اني حط gnome او ممكن اني حط Xfce نحن رح نخليها بلازما 5 وبالنسبة لل login manager او ال display manager رح نخلي SDDM هلأ منيجي للخطوات اللي بعدها كمان بالنسبة هلأ هاي الخطوات اغلبها ممكن انه النظام يعملها بشكل اوتوماتيكي باعتبار انه انا عامل عامل desktop environment بس من الافضل اني فعل هاي options فرح ايجي services.xserver.layout كمان رح نشيل الهاش ورح ايجي للخيار اللي بعده انا ما بدي يغير اي شي هاي الكلام ممكن اني اعمله بعدين فالخيار الثاني رح اتركه ك comment هلأ منيجي للخيار اللي بعده اذا كان بدي يكون عندي اعدادات الطابعة فبشيل الهاش عن services.printing نحن رح نخليها بالماكنة الافتراضية ما عندي طابعة بالنسبة للساوند كمان رح شيل الهاش وبالنسبة للهاردوير كمان رح شيل الهاش لحتى يكون في عندي صوت هلا بيجي لبعدها كمان اذا كنت عمالك تعملها على جهاز فعلي او على هاردوير فعلي لازم يكون عندي اجهزة الماوس والكيبورد والتوتش باد لازم اني فعلها فكمان بشيل الهاش بيجي بعدها لقسم اني ضيف المستخدم انا بهذه الحالة هلا هون رح خلي اسم المستخدم خليني اول شي اي شيل اشارات الهاش عن الاسطر الاربعة لغاية القوس هلا هون ممكن اني غير اسم المستخدم حط المستخدم اللي بدي انا بشكل متعمد رح خلي الاسم اللي هو حاط اللي هو جين وبعدين نشوف كيف رح غيره طيب هلا الجين كمان لازم اني ضيفه للغروب للويل لحتى يكون في عندي صلاحيات سودو واستخدم ممكن ان ينزل برامج او عدل بالملفات الضرورية وهلا بيجي للقسم اللي بدي ينزل فيه البرامج اللي بتكون على مستوى النظام فبيش للسطر اللي بيبتدي بال environment dot system packages كمان بشيل الهاش من عنده لغاية القوس المربع وهلا ضمن القوسين المربعين هاد القوس القوس الاول والقوس الافتتاح وقوس الاغلاق ضمن هادول السطرين او القوسين اضيف البرامج اللي بدي اياه تكون نازلة على الجهاز فمثل ما يشايفوه بشكل اثماتيكي رح ينزل ال vim و و و و انا اذا بدي اضيف برامج تانية فهلا بيشي و بقل اسم البرامج اللي بدي اياه لنقول متصفحين طيب هلا حددت البرامج اللي بدي نزلها لنشوف شو الخطوات اللي بعدها بالنسبة للخطوات اللي بعدها اذا كان بدي يكون عندي ssh فكمان بفعل السيربيس اذا كان بدي يكون عندي samba او بضيف سطر شبيه بهات للسامبا فخلينا نحن بس مع ssh بعدين بالنسبة لل firewall اذا كان بدي يكون عندي نفعل firewall وبيجي بيهاية الملف شايف انه ما في عندي اي اعدادات تعني هلا بالنانو لحتى احفظ الملف بضغط على control o لحتى احفظه وبعدين control x الخطوة اللي باعتها اذا اجينا للمانول راح شوف بيجي لتحت اني قل له nixos install فبقل له nixos install وهلا راح تبتدي عملية التنزيل هلا متل ما شايف انه عطاني error فانا بعرف شو هو error فخلينا نرجع لملف configuration انا اذا جيت لبداية الملف راح شوف انه في خطوة سينا انه نعملها انه نحدد انا وين بدي نزل ال bootloader فبيجي للسطر الاخير المكتوب boot.loader.grab راح شيل الهاش من بدايته وضمن quotation رجعنا خلينا نفتح tab جديد اذا قلت له lsblk انا متل ما رأيت انه ما في عندي غير hard واحد اللي هو vda اللي بدي هو vda وليس partition فانا بجي ل terminal بجي لل tab التانية ورح غير sda لل vda هلا بحفظ الملف و بطلع من nano وبرجع نيكس os install بهذا الشكل شايف انه عملية التنزيل بلشت بشكل صح طيب هلا وصلنا للخطوة الاخيرة بعملية التنزيل اللي هي اني حط password لل root user هاد مو ال user اللي حطينا اللي هو jain بالحال اللي شفنا ها بال configuration file هاد لل root user فراح نحط كلمة sir بعدين منعيد كلمة sir هلا عملية اني اعمل ريبوت وهي طلعت عندي واجهة الغرب فهلا بيجي مع default ومثل ما منتذكر انه نحنا ما حطينا password لليوزر لل jain ما حطينا password فانا لازم اني اذا كنت عمالي اعملها على جهاز فعلي اني اضغط على alt ctrl f2 بالماكينة الافتراضية رح ايجي وقال له ctrl alt f2 الآن سيضخ بالlogin رح قل له root ويضع كلمة السر رح قل له pass wd space jain ويضع كلمة السر اللي بدي اها قل له exit وهلأ برجع كمان لل ctrl alt f7 ويضع password اللي عملتها من ثواني خليني هلا بس غير دقة الشاشة ومن رجع طيب بهذا الشكل بتكون عملية التنسيل جهزة ومثل ما شفنا انه هي ما لها عملية معقدة اذا انت كنت كاتب ملف configuration بشكل صح خلينا نفتح terminal وخلينا ان نشوف اول شي كيف رح نغير اسم المستخدم انا حطيت jane لسبب محدد انه هلا انا بدي افتح ملف configuration مثل ما نذكر انه نحن نزلنا الفيم وطبعا لازم يكون في عندي صلاحيات root فراح نقل له sudo vim الملف موجود ضمن etc هلا ما عاد في عندي mnt هلا ضمن etc next os واللي هو configuration بعطيه كلمة السر وهذا الملف نفس اللي عملنا من شوي فمتل ما اللي شايف انه الbootloader نازل على vda شايف انه عندي المنطقة الزمنية موجودة كل الاعدادات اللي حطيتها من شوي هلا بيجي اذا كان انا بدي ضيف برامج جديدة فلنقول على سبيل المثال بدي نزل برنامج اللي بيجي مع البلاسما اللي هو لتنزيل البرامج اللي اسمه discover فمنجي للقسم اللي منحدد فيه البرامج وتحت chromium رح نضيف discover و خلينا باعتبار انه فاتح ملف configuration خليني ايجي للقسم اللي بدي اغير في اسم المستخدم اللي كان بهذا القسم رح نغير الجين للاسم اللي بدي هلأ كمان بحفظ الملف وبطلع منه لحتى تساوي عملية ال update او عملية ابني النظام من اول و جديد فرح سنقل له sudo nixos rebuld سنقل له sudo nixos rebuld space switch بضغط enter وهلأ منستنى لحتى يعمل عملية بناء النظام من اول و جديد مع هذه العملية رح يغير اسم المستخدم و رح ينزل لبرنامج اللي نزل اللي هو discover طبعا هذا البرنامج رح يكون نازل على مستوى النظام انا في عندي طريقة تانية ان يزل البرنامج لمستخدم واحد وليس للنظام بالكامل هلا بعد ما خلصت هاي العملية اللي لازم اني اعمله اذا اجيت وقلت له rebuot ما رح يتعرف على اسم المستخدم لاني غيرته فلازم اني اجي لقائمة التشغيل او للمنيو start وبيقله log out هلا بقله اوكي ومن log out رح شوف انه رح يتغير عندي اسم المستخدم للاسم الجديد هلا انا المستخدم الجديد اللي عملته ما في له باسورد فلازم كمان اني اضيف له الباسورد متل ما عملنا من شوي فبيجي كمان ل control alt f 2 بدخل كاروت حط كلمة السر اللي past w d والاسم الجديد اللي عملته هلا بحط له كلمة السر وهي الخطوة بتكون خلصة بنرجع على control alt f 7 ورح قل ريبوت باعتبار انه انا عملت عملية اعادة بناء للنظام فلازم اني اعمل restart طيب هلما بعد ما عملنا عملية restart اذا جيت وقفت بقائمة اللي grab قبل ما انه يدخل للنظام واجيت لل all configuration وليس لل default ضغط عليها رح شوف انه صار في عندي configuration 1 و configuration 2 configuration 2 اللي هو build الجديد او جيل الجديد اللي عملنا بعد ما غيرت اسم المستخدم وبعد ما نزلت البرنامج الجديد اللي هو discover بحالتنا طيب هلا انا اذا كان صار في عندي اي مشكلة بالجيل الجديد وما اشتغل النظام فممكن اني اقلع من الجيل القديم وبعد ما اقلع من الجيل القديم ممكن اني صلح او اعدل المشكلة اللي صارت معي فنحنا خلينا نقلع مع الجيل الجديد اللي هو configuration 2 وهلا بحط كلمة الثر للمستخدم اللي غيرته او المستخدم الجديد اللي عملته ومثل ما اللي شايف انه دخل للنظام بشكل صح بدون اي مشاكل وشايف انه برنامج discover اللي نزلته صار موجود عندي وهذا متاح لكافة المستخدمين فانا اذا بدي نزل برنامج لمستخدم واحد يعني على مستوى المستخدم وليس على مستوى النصام رح قل له next env بعدين install وبعدين بحط اسم البرنامج اللي بدي نزله لنقول على سبيل المثال بدي نزل genie فبقل اسم البرنامج وانتر هذا البرنامج رح يكون متاح بس للمستخدم هشام بحالتي وليس للمستخدمين التانين اما اذا كان بدي اعمل هذا البرنامج يكون متاح لكافة المستخدمين فبحط ضمن configuration file وليس وما بنزله عن طريق next env هلا بعد ما نزل البرنامج شايف انه اذا دورت عليه ضمن قائمة menu فهو ما رح يطلع عندي لازم اني اعمل تسجيل خروج وتسجيل دخول من اول وجديد ولكن اذا كتب جيني ضمن terminal فرح شوف انه البرنامج صار موجود هلا اذا كان في عندي مستخدم تاني على الجهاز فهذا المستخدم ما رح يستخدم الجيني لانه ما عنده صلاحيات او انا ما نزلته للمستخدم الجديد ولكن انا اذا ما كنت بعرف شو اسم البرنامج اللي بدي نزله او ما بعرف الاسم الكامل للبرنامج فانا بجي لتعليمة next inf وبدل ما قل له install رح قل له q a وبعدين بفتح ال cotation اللي هي الشرطة الوحدة وليس الشرطين بقل له نقطة نجمة وبحط اسم من البرنامج اذا انا ما كنت بعرف اسم البرنامج بالكامل فبحط جزء من الاسم فلنقول مثلا breeze بعدين برجع بقل له نجمة نقطة وبحط اشارة el cotation المنفصلة وليس التنتين وبضغط enter فبهي الحالة رح يدور لي على كافة البرامج او packages اللي بتحتوي على كلمة breeze فمثل ما شايف طلع لي عدة خيارات ممكن انا عن طريقها ايجي نزل اللي عمالي يدور عليه هيك مثل ما شفنا فعملية تثبيت ال next os ما لها بالعملية المعقدة انت اذا اتبعت الخطوات بشكل صح وكتبت منفل configuration بطريقة صح بالاعتماد على المانول فاكيد رح يكون في عندك نظام قابل لانك تستخدمه وما في اي مشاكل طبعا احنا ما فتنا بالتعقيدات والتفاصيل اكتر من هيك بكتير ما عملنا عملية ال UEFI لانه هاي المواطيع يعني بتاخد اكتر من فيديو لحتى انك توصل لحتى انك تغطي كافة المواطيع لكن عملية تخصيص النظام كيف ممكن اني نزل برامج الساكلس مثلا لانه كمان هاي الطريقة مختلفة ممكن نشوفها بفيديوهات تانية بنهاية الفيديو ايسا عجبكم لا تنسوا ضغط زر الاعجاب لا تنسوا تتركوه لتعليقاتكم عن اراءكم عن نيكس او اس بالنسبة لغير المشتركين اشتراككم اكيد يعني كتير بالنسبة الي وبالنسبة للقناة بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله اشتركوا في القناة